موسيقى صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى مرسوم الرقم 16 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء وجاء في المرسوم المادة الأولى يشكل مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني برئاسة وزير الإعلام وعضوية كل من الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة العميد محمد محمد بن دينة السيدة ابتهال أحمد الطواش الدكتورة أروى حسن السيد علي إبراهيم السيد وليد خالد الشيخ وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإذا خل محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداء ويكمل العضو الجديد مدة سلفه المادة الثانية يختص مجلس الإدارة بالآتي الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف المركز إقرار التوجهات العامة للخطاب الإعلامي الحكومي اعتماد الآليات التي تحقق تكامل الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالاتصال والإعلام لدى كافة الجهات الحكومية اعتماد الآليات المرتبطة بتنفيذ مهام وصلاحيات المركز أي مهام أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء المادة الثالثة يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويا على الأقل بدعوة من رئيسه في المكان والزمان الذين يحددهما ويجوز للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك كما يجوز دعوة الرئيس التنفيذي للمركز لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس المادة الرابعة يعين مجلس الإدارة من بين موظفي المركز مقررا لأعماله يتولى التحضير لاجتماعاته وتحرير محاضره والقيامة بأية مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه المادة الخامسة لمجلس الإدارة أن يشكل لجان فرعية أو فرق عمل من بين أعضاء أو من غيرهم من موظفي المركز لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه ويتعين على هذه اللجان تقديم تقارير بنتائج أعمالها وتعرض هذه التقارير على المجلس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر